رسميا قررت هيئة قناة السويس التحفظة على سفينة الحاويات الضخمة Ever Given التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة فيه ستة أيام حتى تقوم الشركة الملكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار تعويضات ترفض الشركة الملكة للسفينة تقديمها حسب رئيس هيئة القناة سامر ربيع الذي قال إن الشركة تفاصل في المبلغ الذي تطلبه القاهرة بالنسبة 90% يتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الإعلان هذا الأسبوع عن نتائج التحقيقات في أسباب جنوح السفينة وتحديد المسئولية القانونية للمتسبب في الخسائر الكبيرة نتجة عن الحدث يبدو أن السفينة Ever Given لن تغادر قناة السويس قريبا 900 مليون دولار قيمة تعويضات أولية يجب أن تدفعها الشركة المالكة للسفينة لهيئة قناة السويس المصرية بعد حكم قضائي من محكمة مصرية أجرى قناة السويس ويقع داخل الدولة المصرية يوصف من ناحية القانون للبحار بأنها مياه داخلية تسري عليها كل مظاهر السيادة للدولة المصرية وبالتالي أهم هذه المظاهر هو سريان النظام القضائي المصري والقانون المصري على القناة أيضا ولكن في نقطة مهمة حضرتك أن القرار الصادر عن هيئة قناة السويس يمكن للشركة تطعن عليه أمام المحكمة المختصة في المحكمة الإسماعيلية الابتدائية يمكن للشركة أن تطعن عليه وبالتالي فإن هذا الإجراء الصادر من هيئة قناة السويس ليس هو نهاية المطاف 15 مليار دولار إجمالي الخسائر العالمية خلال تعطل السفينة في المجرى الملاحي أرقام تعكس حجم وأهمية هذا المجرى الحيوي وينذر بتكبد الشركة المالكة للسفينة خسائر مستقبلية الشركات التأمين هي التي تحكمها الشركات التأمين المتعقدة مع الشركة المشغلة وطول الوقت أنا بردو بأكل على فكرة أنه هو الشركة المالكة حاجة والشركة المشغلة حاجة ذا كيانة التصادي وذا كيانة التصادي أخر فأشياء الشركات التأمين المتعقدة مع الشركة المشغلة طبعا هتدفع رقم كبير جدا جدا إحنا كمصر هي القناة السويس هل هنتقصر؟ هنتقصر بشكل غير مباشر لفترة محدودة أن تكلفة التأمين على المخاطر المرور والملاحة عبر قناة السويس الثلاث شهور اللي جاية أكيد ترتفع السفينة البنامية إيفار جيفن كانت قد تعطلت لمدة ستة أيام ونجحت عملية تعويمها وسحبها في إنجاز غير متوقع وفق التقارير الدولية خلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في أسباب جنوح السفينة إيفار جيفن وتحديد المسئولية القانونية للمتسبب في الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحادث ما قد يترتب عليه المطالبة بتعوضات مستقبلية أكثر حجما مي عدلي الحرة القاهرة أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام أهلا بك معنا أبدأ معك مما ذكرناه في التقرير الشركة المالكة للسفينة ترفض تقديم التعوضات تفاصل في المبلغ الذي تطلبه القاهرة بنسبة 90% ماذا يعني ذلك؟ هل تتهرب الشركة المالكة من فعلا سداد هذه التعوضات التي يعتبر ربما بأنه من المفترض أن تقدمها يعني إلى حد ما يعني مضبوط هذا الكلام صحيح لأن حتى الشركة وفي إجراء وقاء احترازي الشركة المالكة إيفر جيفن المالكة النقيلة العبلاقة قدمت فعلا بالرفع الدعوة هي دعوة تسمى بالدعوة المضادة للتعوضات في لندن في المملكة المتحدة ضد كافة المضرورين المحتملين غلى التايوانية وليس فقط حتى هيئة قناة السويس أو المستوردين أو الشحنين وغيرهم ولكن رفع الدعوة مضادة استهلالية احترازية حتى يكون لها موقف قانوني معين أمام ربما حتى هذه اللحظة وفقا للمصادر الإعلامية الموثوقة عشرات الدعاوة التعوضية رفعت ضد الشركة المالكة إيفر جيفن وأيضا الشركة المشغلة لهذه النقيلة الدخمة لنفهم هذا الموضوع بصورة أكثر تفصيلا الموضوع متعدد يعني كما ذكرت ربما قد يكون هذا الموضوع ليس بهذه البساطة المتخيلة يعني من المفترض أن تكون هذه السفن وهذه السفينة بحديدا إيفر جيفن أن يكون من المفترض لديها تأمين ولديها حماية قانونيا من الجهة التي من المفترض أن تقوم بتقديم هذه التعوضات وتقديم التعوضات سيكون إلى السفن التي تضررت أم إلى هيئة القناة هذا سؤال مهمك نعم تفضل وإلى أيضا المستوردين الذين تضرروا حتى في روتردام وغير روتردام في أوروبا حضرتك هذه الشركة المالكة مؤمن عليها من قبل أهم ما يسمى بنوادي الحماية والتعويض ما بين قوسان التأمينات ضد الأضرار نتيجة حوادث النقل الملاح البحري كما حدث في شهر المنصار مارس 23 مارس بمناسبة السفينة إيفر جيفن ولذلك بداءة بشكل أولي تقوم الأكبر هيئة دولية هي هيئة خاصة بالطبع للتأمينات تقوم نيابة عن الشركة المالكة بالقيام بالتعويض العادل والمناسب للمتضررين الذين سيقضى لهم في نهاية المطاف أنهم تضرروا وفي الصدارة من هؤلاء بالطبع هيئة قناة السويس المصرية التي لم يلحقها فقط الأضرار المالية البائزة المقدرة حتى هذه 912 مليون دولار وفق تأكيدات الفريق أول أسامة ربيع ولكن أيضا أضرار معنوية مؤكد ستلحق بقناة السويس كما تفضل وأورى الخبراء على الأقل في قابل الأيام والأسابيع نتيجة ازدياد التأمينات على الرحلات البحرية التي تمكر عبابة قناة السويس ونتيجة أيضا تفكير بعض شركات الشحنة عفوا شركات الشحنة في بداء الأخرى نسبيا منها يمكن ربما رأس الرجاء الصالح ولكن في المدى القصير من قابل الأيام فقط طيب يعني اللافت بأن هذه الشركة الملكة للسفينة تفاصل موضوع المفاصلة بنسبة 90% يعني رقم كبير يعتبر نسبيا هل نتحدث الآن عن إجراءات قانونية وأنت تعلم بالتأكيد سيد أيمن سلامة بأن الاتجاه إلى الخطوات القانونية وربما القضائية قد تستغرق الكثير من الوقت هنا ربما نتحدث عن سنوات صحيح أوافقك بالمطلق ربما يكون في مرحلة لاحقة تحكيم وحتى المحاكم المحكمة الاقتصادية في إسماعيلية التي قامت اليوم بالتحفظ على هذه الناقلة الضخمة العملاقة الأمر سيأخذ فترة طويلة ومن ثم الأضرار والخسائر للشاحنين والشركة الملكة والمستوردين في أوروبا وفي البداية في ميناء روتردام الهولندي ستستغرق الأمر الطويل والخسارات الفداحة لذلك الأفضل أن يكون ما يسمى به المفاوضات والصفقات والمساومات لا نتحدث عن فصال بمعنى بارجنينج ولكن نتحدث عن أسلوب أسرع وأكثر مرونة لحين الحصول على في مساء الخميس ربما من فضلك القرار النهائي أو التحقيقات النهائية لهيط قناة السويس في مصر يوم الخميس زي ما سكرته نهاية الأسبوع حول فعلا السبب أو الأسباب السبب أو الأسباب المشتركة التي أفضت إلى واحدة من أخطر حوادث النقل البحري في العالم وليس فقط في قناة السويس منذ تشغيلها 1869 يعني هي فعلا نقطة مهمة لمعرفة الأسباب الحقيقية لجنوع هذه السفينة وتحديد المسؤولية القانونية الآن بناء على ما تحدثنا عليه رئيس هيئة قناة السويس قال بأنه لن يسمح بدخول أي سفينة لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة ما هي هذه المواصفات برأيك وكيف سيتم التأكد من أن هذه السفن وأعدادها ربما كبير جدا ستكون ضمن المواصفات المطلوبة بكافة المقيس هذا ربما يكون أهم أحد الأسباب أو أحد الدروس والمستخلصات المستفادة من هذه الأزمة لابد أن تكون وهذه من المبادئ الأساسية لإدارة والوقاية والتخطيط للأزمات بغاز السويس في الجنوب بغاز بورسعيد في الشمال هناك فعلا فحص فني ولا تستطيع سفينة أيا كانت تحمل أي علم أن تدخل في قفلة الشمال من بورسعيد أو قفلة الجنوب من السويس إلا بعد الفحص الفني لهذه السفينة وبعد أيضا فحص الشهادات وهذه الشهادات الفنية المعتمدة من هيئات معتمدة دولية هي التي تعطي الصلاحية الفنية لهذه السفينة وهذه في هذه الحالة تكون مسؤولية مشتركة للمالك أو المجهز إن لم يكن المجهز هو ذات مالك السفينة ولكن وفق الدروس والمستخلصات مؤكد ستكون هناك تدابير فحصية واستدلالية أكثر حول مدى صلاحية النقلات الضخمة تحديدا في عبور مثل هذا الممر الضيق من قناة السويس شأنه شأن قناة بانما قناة كييل ولكن المسألة بخصوص العواصف وما يسميه البحارة بالنفحة وهي الهبة العاصفة الشديدة التي لم تستطع مثل هكذا نقلة بالارتفاع وهو الأهم من الطول والوزن والمساحة ارتفاع السفينة ارتفاع النقلات لابد أن تكون هناك معايير فنية جديدة تستخلص من ذلك الحادث في ما هي المقاييس المحددة ما هي المعايير المحددة من أجل الفحص الشامل الكامل وذلك لتجنب مثل هكذا حوادث ولابد أن نشير إلى أن الهيئات العالمية الدولية ومنها اللويدز في لندن وهيئات أخرى في فرنسا إيطاليا أولندا هي التي تعطي وتفتش دوريا على مثل هذه السفن كما هي التي تمنح شهادة الميلاد شهادة الميلاد عند أول إبحار لهذه السفن أشكرك جزيلا شكر ضيفي من القاهرة الدكتور أيمن سلام أستاذ القانون الدولي العام شكرا جزيلا لك